الحكومة الفرنسية تتبنى قانون العمل الجديد المثير للجدل من دون تصويت عضاء البرلمان مانويل فالس رئيس الحكومة أكد على استخدام إجراء دستوري يخول الحكومة صلاحيات تمكنها من تبني المشروع دون التصويت استعمال هذا الإجراء كان في المصلحة العامة على حد تعبير فالس لكن معارضيه حتى في صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم يعتبرونه تعنتا من قبل الحكومة المشروع أثار سخط النقبات العمالية